ما هو التعب الذي عملوه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه كيف صبروا على التعلم ثم كيف صبروا على التعليم ما هي التزكيات والشهادات التي شهد لهم بها معاصرهم ممن عصرهم وشهد حياتهم الحافلة بخدمة كتاب الله عز وجل وأما كلمة شموس فإننا شبهنا هؤلاء الأعلام الذين أضاءوا حياة أمة الإسلام بالقرآن شبهناهم بالشمس لأن الشمس كما نعلم هو النجم المضيء الأقرب إلينا نحن أهل الأرض الذي يسطع علينا بنوره فيضيء لنا الحياة الدنيا فهؤلاء القوم القراء من أمة الإسلام على مر العصور هم أشبه بهذه الشمس التي تضيء الدنيا فهم أضاءوا حياتنا بالقرآن العظيم وأضاءوا مجتمع الإسلام بآيات القرآن العظيم وعلموا أولاد المسلمين كيف يتلون كتاب الله عز وجل لذلك أحببنا أن نشبههم هذا التشبيه وأن نطلق على هذا البرنامج شموس القراء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا نقتدي بهؤلاء الأئمة الأعلام في سيرتهم وفي صبرهم وفي نظرهم لما عند الله عز وجل من ثواب وخير وتفضيله على ما في الدنيا لا بد لنا ومن الطبيعية جدا أن نبدأ برنامجنا هذا بالجيل الأول من القراء الذي ظهر في العالم الإسلامي وهو جيل الصحابة الكرام سنبدأ بالحديث عنهم إن شاء الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ بذكر ساداتنا الصحابة الذين اشتهروا بقراءة القرآن وإقرائه أريد أن أقدم كلمة قالها إمام عظيم من أئمة القراءة في آخر المائة الثالثة وأول المائة الرابعة هجرية وهو الإمام العظيم أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد المتوفى سنة 24 و300 هجرية في السنة الرابعة والعشرين بعد المائة الثالثة هجرية الإمام أحمد بن موسى بن مجاهد رضي الله عنه ألف كتابا عظيما في القراءات سماه السبعة في القراءات وهو أول من ألف في القراءات السبع وتوالت التآليف بعده بالقراءات السبع يقول الإمام بن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة وهو يفصل ويبيلنا أنواع القراءة لأن القراءة هم بشر مثلنا ومنهم من يبذلوا كثيرا ومنهم من يبذلوا بذلا وسطا ومنهم من يبذلوا قليلا فليس من العدل أن نصنفهم كلهم تحت مسمى واحد لابد أن نميز بين المراتب وأن نبين الأئمة الكبار ممنهم دونهم بقليل ممنهم دونهم بقليل ممنهم في أقل درجات القراءة لذلك قال الإمام بن مجاهد مصنفا لإصطبقات القراءة بقوله فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات اللغات هنا بمعنى اللهجات العربية ليس اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية العارف باللغات يعني العارف بلهجات العرب لهجة قريش لهجة غطفان لهجة أزد شنوء لهجة بني هذيل وهكذا من بقية القبائل العربية إذن منهم العارف باللغات ومعاني الكلمات البصير بعيب القراءات إذا سمع خطأ يستطيع أن ينقد ذلك الخطأ ويبين وجه الصواب فيه البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار الآثار هي الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من بعده من الصحابة فهو ينتقد الآثار بمعنى يعرف سندها وهذا رواف فلان وهذا رواف فلان وهذا ثقة وهذا أقل منه بقليل وهكذا يصنفون النقلة لكتاب الله عز وجل فيقول رحمه الله المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين إذن هذا أعلى الدرجات رواية ودراية رواية عن الأشياخ ودراية للمتلوي ومعرفة بحقيقته ولا يكون ذلك يا إخوتي إلا بالتعمق بعلم النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم الوقف والابتداء وعلم رسم المصاحف وعلم ضبط المصاحف وهو علم غير رسم المصاحف وعلم عد الآي ولابد من شيء من التفسير مع ذلك إذن هذه العلوم لابد لقارئ القرآن الذي يريد مرتبة الكمال أن يكون قد خاض فيها وبلغ فيها مرتبة عالية ثم يقول ابن مجاهد رحمه الله ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوعا على كلامه هذا مرحلة مرتبة أقل ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم لا يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه وإنما اعتماده على حفظه وسماعه وقد ينسى الحافظ باعتبار لما عنده مرجعية علمية قد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه سبحان الله ما أجمل هذا الكلام إني أحيانا نناقش بعض إخواننا في بعض المسائل القرآنية يقول يا أخي أنا قرأت على فلان أنا شيخي فلان فيبرئ نفسه وبدل أن يقول والله أنا مثلا أعيد النظر في هذه المسألة لا يقول أنا قرأت على فلان وهكذا تلقينا فكأنه تلقى يعني من زيد بن ثابت يا أخي أنت تلقيت من شيخ من مشايخ المسلمين المفروض أن صوابه أكثر بكثير من خطأه ولكن قد يكون عنده خطأ فإذن لا يحتج دائما بكلمة هكذا تلقينا إذا قوبل الذي يخطئ ببيان أن خطأك سببه كذا وأن العلماء قالوا كذا وأن الأئمة تدونوا في كتبهم كذا إذن وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه وعسى أن يكون عند الناس مصدقان فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه هذا هو الذي يخيف الذي يخيف أن بعض الناس يتبين لهم الحق في مسألة لقنوها خطأ فيصرون عليها بعد أن عرفوا الحق فيها والمصيبة تكمن عندما يكون هذا المصر ذو منزلة وذو مرتبة عند الناس مسموع القول عندهم كما قال ابن مجاهد وعسى أن يكون عند الناس مصدقا لذلك لا بد لنا إخوتي أن نتقي الله عز وجل وأن نقرأ القرآن كما علمنا ولكن لو نبهنا العلماء ووجدنا في كتب الأئمة كما نبهنا العلماء على أننا لقنا حرفا يعني فيه خطأ في صوته فيه إعمال عضو زائد فيه عدم إعمال عضو لازم قد يكون الخطأ في الزيادة أو النقصان علينا إذا ثبت لنا أنه خطأ أن نعود إلى ما عليه القراء بأجمعهم ولا أن نقول نحن شيخنا فلان ونصر على ذلك هذه مقدمة أضعها بين أيديكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنشرع في قراء الطبقة الأولى وهم سادات ونا الصحابة نسأل الله التوفيق لنا ولكم وأن ينفعنا الله عز وجل بما نسمع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شموس القراء نور لنا يضيء الإله بها دربنا وتشفي العليل بآياتها ويمحو الغفور بها ذنبنا وقرآن ربي لنا بلسم ويستور ربي به عيبنا